اشتركوا في القناة وزميل الجمعية الأمريكية لأسطارة القلب وصاحب مشاركات عديدة في كل من مؤتمرات القساطر المعقدة في فلوردا بالولايات المتحدة والحاصل على المركز الأول في عمل دعامة الحياة انتظرونا دكتور ماجدي مساء الخير خبار حضرتك إيه دكتور ماجدي في البداية عايز أتكلم مع حضرتك عن استلام الزمالة جمعية القساطر الأمريكية الموضوع ده يعني كتير من السادة المشاهدين أكيد ما يعرفوش بس ده يعتبر إنجاز كبير وحابب لنا أهنيك عليه بشكل شخصي ومني ومن أسرة البرنامج هو بدائية برحب بالسادة المشاهدين وأتمنى أن الحلقة ده هي تكون بتضيف جديد لهم يعني زمالة الجمعية الأسطارة الأمريكية ده هي تكون لازم بيشترط وأنا لازم معك دكتوراه في أمراض القلب وتكون معدي أكتر من عشر تلاف أسطارة ودعانة تمام وعلشان تعمل كده لازم بيبقوا اتنين أسادزة بيمضوا على الكلام ده ويشوفوا الحالات وتروح للايه السفير الجمعية الأمريكية في القاهرة كان الدكتور أستاذي طبعا الدكتور أحمد مجدي وبعد كده بتروح بيبعث تقرير وبيبعث الحالات لأمريكا وبيوافقوا عليها وأول ما طبعا يعني بيوافقوا عليها بندوني هناك في سان ديجو وكان ده الفيلم اللي هو ده استلام الجمعية زمالة الجمعية الأسطارة الأمريكية طيب خليني أقول له حضرتك على حاجة موضوع الزمالة ده بيكون له معايير معينة زي ما أنا فهمت منك موضوعا لازم يكون في عدد معين من العملية طبعا طبعا طيب الموضوع ده إزاي بيفيد حضرتك كشكل شخصي في مجال العمل في مجال العمل كل ما أنت بتشغل كتير كل ما بتفيد الناس كتير يعني إحنا عندنا مثلا يعني في المستشفى عندنا بنعمل مثلا عشرين حالة يومين أنا بعملكم تشغل يومين يعني أربعين حالة أسبوعين هنقول يعني مية وخمسين حالة مية وستين حالة في الشهر حضرتك بقى عدد السنوات من 2006 من 2006 الغاية كان 2018 يعني عدد كبير جدا مش عشر تلاف يعني أكتر بكتير فطبعا دي كان بتؤهني بعد كل الخبرة دي إن هما يوافقوا طبعا والحالات نوعيتها بتختلف يعني غير ما يبقى واحد مبتدئ غير ما يبقى واحد عمل عدد كبير من الحالات دكتور مجدي أنا بقى هنليك مجددا على الزمالة خليني بقى انتقل معاك إن الزمالة لحاجة بالفعل كان إنجاز كبير ليك موضوع مؤتمر الأقصاطر المعقدة في فلوريدا جميل أنا عايز أعرف كواليس المؤتمر ده كانت إيه وإزاي حضرتك فزت بيه يعني هي دي طبعا يعني إحنا دلوقتي مفيش حاجة اسمها دلوقتي حد بيسافر برة علشان يعمل دعامة برة الكلام ده تلغى ليه هكد تمشارك بإسم مصر بشكل رسمي طبعا ليه بقى لإحنا يعني مجموعة الدكاترة اللي بتشتغل إحنا بنسافر في جميع أنحاء العالم ونشوف المؤتمرات والحديث في مجال الدعامات والأسات زي نفسيهم اللي برة بيجونا وكان أبسط حاجة عندنا ده كان اللي اتنشر من جمعية الأساتر المعقدة ده كان اللي هما نشروا عني هناك في المهم يعني دي بتفيدنا إن إحنا بنبقى عندنا خبرة كبيرة وبنشوف اللي بيتعامل برة وهم بيجونا وإحنا بنروح لهم فكيرا مفيش حاجة اسمها لإحنا حد دلوقتي ما بتسمعش أن حد يسافر يا من الدعمات برة لإحنا بنعمل الحاجات المعقدة اللي كنا زمان يعني مفيش الخبرات الكبيرة دلوقتي إحنا كلها بتعامل عندنا ومفيش حد بسافر برة كل حاجة موجودة عندنا يعني نقدر نقول إن الفجوة ما بين المصر وما بين الطب في دول أوروبية ولاية المتحدة أصبحت غير موجودة واحد دلوقتي طبعا يعني غير مطارين تماما مهما كانت ظروف الحالة نحنا نسافر لا لا ما حصلتش حدك سمعت إن حد يرى عمل دعمة برة دلوقتي ما فيش كلام ده طب بما إن حاجة ذكرت إن خلاص وصلنا إن ما فيش حاجة اسمها نعمل دعمة برة خلينا أتكلم عن معاك عن مصطلح يعتبر آلد مجال الطب في أمراض القلب والعوايا الدموية الدعمة الدوائية كتير من السادة مشاهدين فاكرين مصطلح دعمة ما يعرفش ما بعد الدعمة إن فيه دعمة تشخصية ودعمة ستندر والدعمة الدوائية عايز أعرف من حضرتك معنى كلمة الدعمة الدوائية بشكل مبسط ليه ولسادة مشاهدين يعني هي طبعا الدعمة دي مادة خملة تحط في الجسم طبعا ما فيش حاجة دعمة يعني فيه أساطر تشخصية وأساطر علاجية الأساطر العلاجية اللي هي إيه بالدعمات الأسطرة العلاجية إما دعمات عادية يا إما دعمات دوائية الدعمات العادية كان فيها نسبة سادات كبيرة بتوصل في مرضى السكر لـ 30-40% بالنسبة لدعمات الدوائية بتوصل لـ 4% من 3 إلى 4% فالدولة لغت الدعمات العادية دلوقتي إحنا دلوقتي عندنا كل دعمات دوائية كانت عملت ناقصة كبيرة في 2014 وبعدين 2017 وموفرة كل حاجة حتى الماتيريا اللي بتاعت الشغل الدولة موفرة كان في الجيش عمل مناقصة كبيرة جدا ووفرها الجميع عن حق الدولة بما أن حضرتك ذكرت الدولة يعني أنا بتوجه بالشكر مني ومن أسرة البرنامج بساد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة القضاء على قوائم الانتظار خليني أفهم من حضرتك إزاي تم التنصيق للقضاء على قوائم الانتظار هو طبعا القضاء على قوائم الانتظار هو قضى عليها في جميع التخصصات بس أنا حتكلم على الأمراض القلب هو إحنا مثلا جي عاوز يرفع المستوى بتاع الشغل فوفر مثلا في هيئة التأمين الصحي ووفر 12 جهاز أسطرة فكان كلمني مدير الفرعد حالي قال لي أنت هتقدر تخلص قوائم الانتظار وقلت له أنا هخلص قوائم الانتظار اديني جهاز تاني يعني الجهاز اللي عندي ده من 2006 اديني جهاز تاني قال لي ماشي هنجيب جهاز تاني ونخلص قوائم الانتظار قلت له ماشي وبقينا بنقعد لتسعة وعشر وعشر بالليب لغاية ما قضينا على قوائم الانتظار دلوقتي ما عندناش قوائم الانتظار لما استلمت حقاك المفضوع ده كان قوائم الانتظار بتوصل لكام عددها شهر كانش كتير كان شهر كنا مش شغل جامد بس الدول عملت حاجة أجمع عدد الحالات كان وصل لقديه كان قوائم الانتظار عدد الحالات يعني ما فيش نسبة معينة بس هو أنا مش فاكر نسبة معينة بس كتير يعني ما انت بتحكم في اليوم 200 بالزبط ولكن يعني حنقول 400 500 600 عشان تقدر عليهم ولكن الدولة عملت حاجة أجمل كمان نفقة الدولة تعمل ايه رحت جاية عاملة يعني كمبيوتر مركزي بيوزع الحالات وخلت الخاص يشترك في الكلام ده يعني ايه الخاص يشترك في الكلام ده يعني بتقول سعر الدعامة الأولانية كذا سعر الدعامة التانية كذا سعر الدعامة التالتة كذا يعني يجي في التأمين الصحي عنده كمبيوتر مركزي التأمين الصحي فاضي دلوقتي يجي جاي باعت من نفقة الدولة على التأمين الصحي باعت من نفقة الدولة على المراكز الخاصة لأنه السعر واحد فهو وحد السعر فإنما وحد السعر أضع لقوة من الانتظار كان زمان بنسمع العملات الجراحية دي بتعود لها سنة دلوقتي حضرتك على طول في ظرف 15 يوم حشن اختلف الأسعار خلاص ما دلوقتي وحد الأسعار وفي جميع حتى المراكز الخاصة والمراكز اللي فاضية يعني أنا لو عندي مركز مليان لا ده حيودي فيه كل واحد خلاص كل واحد خلاص فهو كده أضع على قوائم الانتظار تماما وفيه بقت غرفة اسمها غرفة قوائم الانتظار ده يعني ده كمبيوتر مركزي وبالتوزيع مركزي كغرفة عمليات ده كلام ده كنا احنا ما بنعرفش يعني الكلام ده كان واحد عوزي عمل عملية يقعد سنة يعني يكون العين مات يعني سنة لنما دلوقتي يعني 15 يوم 20 يوم شهر لازم يكون ناسع على أقصى حيك بالنسبة للدعمات حتى لو على نفقة الدولة ما بيقعدش عشر تيام بكتير طيب خليني أسأل حداك سؤال يا دكتور مكدي لكل المشاهدين اللي بتفرجوا علينا دلوقتي وأخذ قرار بتركيب الدعامة تقدر تقولي كقصة قصيرة تركيب الدعامة خطواته بتكون ازاي بشكل مبسط يعني أنا دلوقتي مريض جاي لحضرتك ومحتاج تركيب دعامة دوائية جميل الخطوات بتكون ازاي خطوات ان هو بداية طبعا بيعمل تحليل عشان ينشوف ينفع يعمل أسطرة ولا لا ما يطلعش عنده وظائف الكلاة عالية ما بياخدش أدوية سيولة يعني في حاجات تمنع ان هو يعملها ونشوف فالمهم زي الشوريان ده حضرتك جالي دي كانت من الحالات السيئة جدا سيئة جدا جالي عنده 99% دي اهو بصة حضرتك اللي فوق ده ده دي 99% جالي بيسرخ هو طبعا عنده وظائف كلاة كويسة ما بياخدش أدوية سيولة قلت له النهاردة لازم تعمل بص حضرتك بعد كده دي الصورة اللي هي الاولانية بص التانية اللي هي بص مكان الديق راح ازاي كان عنده ديق 99% ولو كان استنى اهو بص حضرتك كان حيدخل في جلطة يعني كان حيدخل في جلطة فهذه العملية دي ما استغرقتش عشر دقايق ولكن المريض يعني وهو قاعد على ترابيس الاسطرة العمليات قالك انا ارتحت وقتي طب الحالة التانية دكتور مكدي هل الموضوع برضو كان فيها صعب جدا لدرجة انه وصل 99% الدهية التسعة تسعين التانية في حالة تانية اللي هو كان فيه انسداد كامل انسداد كامل في الشريان ده كان دخل في جلطة وبعدين عملت له الوظائف الحيوية لقيتها العضلة حية لسه مرحتش العضلة الهية دي لسه مرحتش هنا الشريان الامامي مختفي فالمهم يعني فتحت له الشريان وده كان عنده 35 سنة بص حدك مقفول ازاي الشريان من فوق هتشوف حدك بعد ما تفتح هيبقى عمل ازاي انه راجع طبيعي لان حيوية عضلة القلب قويسة هبص حدك الشريان ده اللي ما كانتش فيه اللي هو ده في الاخرة ده ده الشريان الامامي وهو الشريان الامامي ده اللي نازل اللي هو كانت حتة اللي مفيش خالص فطبعا المريض بيتنقل نقلة تانية شريان الامامي بدي 60% من عضلة القلب يعني 60% منع عنه والغزل عضلة القلب في خلال ربع ساعة نص ساعة الشريان طب دكتور مجدي حقيقة بتذكر لي حالات معقدة جدا يعني في حالات وصلت 99% بالانسداد حالة تانية كانت شبه جلطة او جلطة معقدة طبعا اللي عايزة اعرفه هل الحالات دي بتتبع معاها نفس الاسلوب مع الحالات الطبيعية ولا بيكون لها بروتوكول معين في التعاون احنا ما بنقدرش نحط دعامات الا اذا كانت ديء فوق 70% اذا كانت ديء اقل من 70% ماينفعش ان نحط دعامات بتلجأ للدواء العادي بتلجأ للدواء وتعمل له متابعة انما ماينفعش احط دعامة اقل من الـ 70% طيب خلينا انتقل معاك لحاجة مهمة جدا كتير من السادة المشاهدين مهتمين بها وللأسف في اغلبية البرامج وفي اغلبية الاطباء مش بيكون مركزين معاها ديق وارتجاع الصمام المترالي جميل كتير من السادة المشاهدين بيتكون عندهم مشاكل في الصمام المترالي بس عندهم فقر في المعلومة جميل وكمان الموضوع بيتطور عن كده انه بيوصل انه كمان الطبيب بيكتشف الموضوع بعد فترة طبعا في البداية عايز اعرف من حضرتك يعني ايه السمام المترالي السمام المترالي هو اللي بيحدد صرايان الدم المترالي من الأزين للبوتين فطبعا هو ده البوابة اللي بتتحكم من صرايان الدم من الأزين للبوتين لو حصل في دي ده اسمه دي في الصمام المترالي يعني ايه أسبابه بيكون إيه يا دكتور ماجد؟ أقول لحبك يعني أسباب دي الصمام المترالي 99% بيبقى حمى رومنتزمية في حاجات تانية؟ حمى رومنتزمية آه طبعا حمى رومنتزمية ودي ما بنكتشفهاش اللي بعد ما بيصاب بالحمى الرومنتزمية بعد الخمسة عشر عشرين واحدة بتحمل لما تيتي تحمل تحس إنها إيه؟ يعني بعد خمسة عشر عشرين يا دكتور يعني هو أخذ حمى رومنتزمية وتعالج منها وهي المكروب السبحي بيبقى بينتشر في الدم وبيعمل أجسام مضادة الأجسام مضادة دي بتأثر على القلب بتأثر على الجهاز العصبي بتأثر على الجلد ليه دايما بيكتشفها بعد فترة طويلة؟ علشان الأجسام مضادة بتاخد فترة أجسام مضادة بتاخد فترة ما بتديش أي عرض مميل زيان يا دكتور ما بتديش أي عرض مميل هو جاله حمر ومتزمية فعلشان كده الطفل اللي بيصاب إصابات متكررة في اللوزاتين والحل لازم ياخد علاج كويس ولازم يروح لطبيب متخصص عشان مش هو حكاية أنا أخد قد إيه وجرعة قد إيه لازم الطبيب هو اللي بيحدد الجرعة عشان ما تطورش إنما ما استناش عليه أنه هو يصاب بحاجة زي كده ومش هيحس بيها وبعد خمس سنين يبتديش لكي عشر سنين عشرين سنة فطبعا هو بيتطور يعني بيتطور إزاي؟ يعني واحدة مثلا تيجي تقول أنا كنت بطلع أنا ساكنة في الدور التاني لما بطلع الدور التالت بنهج ده في الأول بعد كده تقول إيه ده أنا بطعب من اللي كنت بطلعه في الدور التاني بعد كده أنا بكتجي أشيل عيل مش قادرة بعد كده تقول إيه أنا مش قادرة أعمل حاجة البيت بعد كده تقول ده أنا بنهج وأنا قعد نوضع كل شوية تطور كل شوية بيتطور بعد كده بعد كده حتلاقي ما بينامش قاعد بعد كده طول الليل قاعد صاحي قاعد على كرسي فكل شوية الموضوع بيتطور فلازم التشخيص المبكر والعلاج المبكر هو ده اللي قدر نعمله ان فيه وقت ما بنقدرش بعد كده العلاج يجيب نتيجة خلينا استوقفك هنا دكتور مجد عايقل طيلي ان فيه وقت بعد كده العلاج ما بيجيبش نتيجة كويس في علاج دي الصمام المترالي اكتشفنا وجود حاجة اسمها بالون لتوسيع الصمام المترالي موضوع له فعالية كويسة جدا ودرجة النتائج بتاعته ايجابية بشكل غير عاية خليني بقى اقف مع حضرتك على حقيقة استخدام البالون في توسيع ديق الصمام المترالي هل فعلا من استخدام البالون نقدر انه هو الوسيلة الموصلة للوصول لأفضل نتائج الممكنة لا وطبعا يعني هقول لحضرتك اوه انا طبعا توسيع البالون ببقى فيه بلون هل ده توسيع ببلونة ولا توسيع ببلنترين ولا جهاز معدني بمعنى يعني فيه انواع من التوسيع يعني دي لازم نحدد فيه تكلس ولا ما فيش تكلس فيه صمامات تانية ولا ما فيه صمامات تانية فيه قصور في الشوران التاج معاها ولا ما فيش فيه ضغط الشوران الرئيوى عالي ولا ما فيش فيه جلطة في الأزين ولا ما فيش يعني كل ده اللي بيحدده الدكتور ويشوف هل من الأصلح انه هو يعمل توسيع ولا يحوله للبراح عشان يعمل يا توسيع يا تغير يعني هو ده الحاجات اللي بتحددنا إيه نعمل إيه وطبعا النتائج طبعا كويسة يعني النتائج كويسة يا من درش إن نقول إن فيه وسيلة موحدة هي الأفضل في علاج ديك السماع لا دي بتعتمد على كذا عامل وبيحدده الطبيب المتخصص وقطر البلونة قد إيه وطولها قد إيه وبتتنفخ قد إيه يعني هي دي طبعا لازم يبقى دكتور متخصص وبفهم هو بيعمل إيه على أساس هيحدد بالضبط لإن التوسيع البلوني كمان ده زي الأسطرة يعني ده بيقعد يوم وبيروح زي الأسطرة زي الدعامة وفعلا النتائج بتاعته بيكون فعالة ده فعالة جدا لو اتعملت صحة تبقى فعالة جدا ويا كتير عاملين وبقالوا عشرين سنة عامل توسيع وما فيش أي مضاعفات بس لازم ما نستناش إلا بما تصمام يتكلس ويحصل الجلطات وضغط الشرار إيه وعادي وبعدين نقول طبعا نحن عاوزين نعمل كل ما يبقى بدري كل ما هنحنجيب نتائج أحسن طيب بما أنا حاجة ذكرت أن لازم الموضوع يكون بدري قادر أقول أن الكشف الدوري بيلعب معنا دور الحسم في ديك الصمام المترالي طبعا لحس أي أعراض يعني الحس لو واحد بينهج يعني لو واحد بينهج أو ضربات سريعة أو أي حاجة لازم يشوف من إيه يعني إحنا الإيكو ده اللي بيحسم لنا الموضوع يعني إحنا ما بنعمل موجات صوتية على القلب بيباين لنا الصمام وفيه تأثير لا الصمام متأثر مش متأثر عاوز متابعة كل سنة ولا كل سنتين ولا كل خمسة ده هو ده اللي بيحدد لنا طب دكتور لازم فحصي يعني في كتير من أستاذ المشاهدين ديك الصمام المترالي بالنسبة له ما بيكونش موجود عنده بس يبقى عنده مشكلة أكبر بكتير ارتجاع الصمام المترالي أو بمعنى أصح عجز الصمام المترالي الحالات اللي إزاي دي بتتعامل معها إزاي وهل في نسب معينة اللي على أساسها بتكرر سبل العلاجة؟ ما هو إحنا بنحدد الارتجاع هو طبعا إيه أسباب الارتجاع؟ ما إحنا لازم نحدد السبب الأول الروماتيزم اللي على القلب ده برضك ده مهم جداً إنه هو ممكن يعمل ارتجاع الزئبة والروماتويد بيعمل ساعات في التوسيع لو التوسيع ما تعملش المزبوط بيفتح الصمام قوي يعمل ارتجاع ساعات القصور بيعمل ارتجاع ساعات تمدد عضلة القلب بيعمل ارتجاع ساعات اللي هو الهوكم اللي هو تدخم عضلة القلب الأولي في ارتجاع في أسباب كتيرة جداً لارتجاع إحنا بنحدد الارتجاع ده بسيط ولا ارتجاع متوسط ولا ارتجاع عنيف ارتجاع عنيف لازم تغيير إنما ارتجاع بسيط وارتجاع متوسط ده بالعلاج بالعلاج وبنتابع طيب دكتور مجدي لما في رهي الأعادات بحث في موضوع ارتجاع السمام المتراري لأ إن الموضوع له أعراض عامة جداً ومشابهة جداً يعني كتير من السادة المشاهدين اللي بتفرجوا علينا دلوقتي مش مهما إن المريض حاس بكحة أو حاس بإجهاد من مجهود بسيط أو عنده تصارع في النطبضات القلب إن هو يشك على طول إن أنا عندي ارتجاع في السمام المترالي ممكن يكون سبب دك التنفس والكحة أمراض كتير كتير جداً طبعاً إنه عايزة أفهم من حضرتك هل في عرض مميز على أزاسه أبتدي أشك إن أنا عندي مشكلة قوية في القلب ولازم أشوف طبيب المختص زي ما بقول لحضرك النهجان وتصارع في دقات القلب لازم يكشف يعني ما فيش واحد حيقول لأ أنا عندي نهجان وهو ده عادي عشان أنا سمين شوية ماس بالزبط لا لازم يكشف ويشوف لإنه ممكن بنسمع بالسماعة بلاقي إلي ارتجاع واضح بتيجي واحدة حامل وهحط السماعة لاقي في ارتجاع وهي ما تعرفش يعني ما تكتشفش إلا وهي حامل واحد بيبقى عنده مثلا رفرفة أزينية كان متماسك وماشي كويس وبعدين حصله أظهر له ديء مثلا فدي حاجات تانية لازم إحنا متابعين يعني لازم الدكتور المتخصص هو اللي يشوف طيب برضو يا دكتور ماجدي يعني هل مثلا فلنفرض إن فيه مريض زي ما حضرتك قلت اكتشف إنه هو عنده نهجان مستمر وعنده ضيق في التنفس وعنده كح ولما راح للدكتور عرف إنه عنده إصابة في القلب سواء إن كانت بتيج أو ارتجاع في الصمام الإسرائي الإهمال في العلاج أو إنه هو يقول أنا حستحمل الموضوع هي شوية تعب أو شوية قلت لحضرك قلت لحضرك هو حيتدرج حيتدرج من إنه ما بيطلعش الدور التالت إلى إنه ما بينامش وقاعد يقولك أنا ما بيشوفش النوم أنا ما بحطش راسي على المخد يعني إحنا مش عاوزينه يوصل للمرحلة دي كل حاجة ولا علاج وياما كان عندي عيانين أعمل لا سيبني مش حعمل مش حعمل جي بعد كده يقولك إيه طب عاوز أعمل أقوله خلاص لوقت عد طيب دكتور ماجدي خلينا أنتقل معك الجزئية هامة جدا وللأسف نعتبر خبر محزن لكتير من الناس في القوينة الأخيرة انتشر حاجة غريبة الموت المفاجئ لدى الشباب بمعنى إنه حاجة تكون بتمارس حياتك بشكل طبيعي وطبعا حاجة تعارفة لعشرينات أو التلاتينات من العمر يبقى بالنسبة له موضوع الموت ده بعيد تماما وفجأة نكتشف إن صديق ليك أو قريب ليك توفى بشكل مفاجئ تماما طبع اللي عايز أعرفه من حضرتك أمراض القلب بتلعب دور هام في الموت المفاجئ إزاي نقدر إن إحنا بنحد من الظاهرة دي عن طريق الكشف الدولي؟ هو طبعا يعني مهم جدا لو فيه تاريخ مراضي في العيلة في كتير ما بيكونش عبوهم ما فيش ممكن واحد حاجة تانية خالص وملوش علاقة بالقلب وملوش علاقة بأي حاجة واحد قال له خد الحباية دهيت حتخسسك خد الحباية دهيت حتنشطك خد الحباية دي عشان دي للرجولة خد أي حاجة عشان تصهر وتتشتغل وما كل الكلام دي ممكن دي بآخر حاجة هو أخدها يعني الحبوب والكيمويات دي أشد خطورة على الشرايين ليه بتعمل تقلص في الشرايين وممكن واحد طبيعي وما عندوش ولا سكر ولا ضغط ولا كلسترول ولا أي حاجة وفجأة يموت فجأة طب الشخص يا دكتور اللي ما خدش أي درشام أو أخذ أي حباية سواء كانت أدوية أو حاجة وصحته كويسة جدا وفجأة بيظهر عنده قصور في نشاط القلب أو في عضلة القلب ده بيكون سببه إيه؟ المفاجئ ده الموت المفاجئ ولا القصور المفاجئ لا القصور المفاجئ اللي بعد كده هيؤدي للنشاط قصور المفاجئ هو يعني هو طبعا أكيد بينهج بيجيله أعراض في دقات سريعة ما عندوش أي حاجة هل هو عنده أقل من 30 سنة وعنده عيوب خلقية وهو ما يعرفهاش هل هو عنده تضخم أولي في عضلة القلب ولا لأ هل هو عنده حاجة في رسم القلب اسمها لونج كيو تي هل هو عنده حاجة اسمها برجادة يعني ممكن يكون فيه مريض عنده مرض خلقي في القلب وهو ما يعرفش وممكن يكون عنده تفيرة زيادة بتوصل الكهرباء بطريقة أسرة ممكن خلل في الآيونات كل ده ممكن فيه أكتر من كده مضادات حيوية بتأثر على الكيو تي بتاعت رسم القلب ممكن فيه أدوية مضادة للفطريات ممكن فيه أدوية تتفاعل مع أدوية فيعني هو المفروض محدش ياخد حاجة إلا بإذن الطبيب طيب دكتور مجدي مرضى للشرايين التاجية دايماً بيكونوا أكثر عرضة للإصابة بالموت المفاجئ في البداية إذا عرف من حضرتك ليه دايماً مريض الشريان التاجي بيكون عنده حتة الموت المفاجئ بتعسى عنده مصدر خطر وتهديد كبير طبعاً لأنه هو 50% من الموت المفاجئ أو من الموت المفاجئ بالضبط بيقبأ القلب والمخ والقلب أكتر وممكن القلب واخد النسبة الأكبر فطبعاً عندنا الثلاث شرايين الثلاث شرايين دي بتتفرع لفروع عديدة لو احنا أخدناهم وأصناهم كده ولزقناهم هتلاقيها مثلاً من القاهرة الإسكندرية مثلاً فطبعاً الشرايين دي بتغذي جزء كبير وفيه شرايين مساعدة يعني بتشتغل عنده لما دي تتقفل دي تشتغل تعوضها ولكن لو جيه مثلاً في الشريان الرئيسي جلطة في الشريان الرئيس بيلاقي 10% الـ 15% من الوفيات لو بنشرحها جلطة في الشريان الرئيسي وما بيحسش بيها يعني هو مرة بتقومه وما بتلاقهوش قام ليه لأن عنده جلطة فطبعاً قصور الشرايين التجاية لازم نتحكم في العامل دي التدخين في مصر أعلى من التدخين في أي دولة مسئلتها تانية ليه لأن حتى بره ابتدى يقل هنا ما بيقلش بيزيد فطبعاً والسكر والضغط والكوليسترول الحاجات دي لازم كلها نتحكم فيها دكتور مجد خلينا نستغل وجودك معنا عشان نجاوب عن موضوع يبتدى يظهر لسيدنا المشاهدين وناس كتير قوي موجودة دلوقتي بنسمع عنه لمرضى أمراض القلب الجهاز أو الشريحة المنظمة لضربات القلب المسامة بـ ICD بعمل هل نقدر نقول نها فعلاً الفعالية بتاعتها قوية جداً وهل الشريحة دي بتكون الحل الأمثل لكتير من المرضى ولا لسه الموضوع قايد التطوير لا 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 دي بتبقى حاجة تحت الجلد هنا اللي بيبقى عنده رفرافة بوتينية بتشتغل أو أي ضربات زيادة بتشتغل دي بتقلل 23% من حدوث الوفاية وبعدين أنا عاوز أقول حاجة إن الدولة بتوفرها يعني الدولة لما مش أي بتتوفر تأمين ونفق الدولة ليه اللي محتاج محتاج يعني إيه يعني الزبط مين المحتاج؟ مين المحتاج؟ واحد قلب وقف قبل كده واحد عنده تاريخ مرضي ومهدد إن عنده حاجة في القلب فلازم تحط له الإي سي دي واحد يعني في وراسة يعني لازم يكون قلب وقف قبل كده مش لازم يكون قلب وقف بتحطها كابروتك بالزبط فإحنا عندنا بتوفر فالدولة بتوفرها الدولة يعني جزء كبير من كل حاجة الدولة بتوفرها طيب دكتور مجدي خليني أسألك سؤال بالنسبة للوقاية من أمراض القلب الفئة اللي معندهاش حاجة خالص وبالفعل صحيتهم كويسة ومفيش أي شكوى إزاي يقدر يقين نفسه في المستقبل من هو يكون عنده مرض من أمراض القلب طبعا يعني مفيش تدخين تدخين رقم واحد تدخين رقم واحد تاني حاجة ممارسة الرياضة لأن الرياضي بيبدأات قلبه أقل وبيبقى احتياج العضلة للأكسجين أقل فطبعا ممارسة الرياضة دي بتبقى بنعتبرها وقاية الرياضة الرياضة طبعا لو فيه ضغط لازم أتحكم فيه لأن 80% من اللي عندهم ضغط بيجي لهم سكر فده مهم جدا اللي هو ايه التحكم في الضغط الدم ما يعليش لأن احنا لقينا كان عملها دكتور محسن جراهيم في جامعة القاهرة مسح لمصر كلها لأ 26% من المصريين عندهم ضغط فطبعا دي مهم جدا طبعا طبعا نسبة كبيرة اللي بتاخد علاج بقى حوالي 8% يعني المثال اللي عندهم ضغط 26% 8% بس هما اللي بياخدوا عليك طبعا والسكر السكر ده يعني لازم يعني لازم يعني يبقى مصاحب مريض مريض السكر ده يبقى مصاحب السكر ليه؟ لأنه الصديق الخائم لأنه ممكن يأثر على المخ وممكن يأثر على كل حاجة في الجسم يأثر على كل الأعضاء على كل الأعضاء وطبعا الكولسترول والكولسترول الضار أهم حاجة اللي احنا نتحكم فيها يعني ما يزيدش عن سبايا للي عندهم دكتور مجد حاجة ذكرت الأمراض المزمنة أنا بتكلم يعني حاجة قلتلي التدخين وبماشي ده ممكن المريض يستغنى عنه حاجة ذكرتلي موضوع الأكل ممكن ناكل هلسي فود أو طعام صحي أنا أمر الأمراض المزمنة غير مرض السكر يعني مريض ضغط مثلا هيعمل معي؟ ما هينظم ضغطه لأنه كل ما بتنظم الضغط كل ما مضعفاته بتقل وبرضا هرجع أقول الابتعاد عن الكيمويات الكيمويات أيا كان كأكل محفوظ لأن عليه كيمويات فده مش عايزين الأكل المحفوظ بيبقى عليه مواد كيموية والسجاير برضا ده تعتبر فيها منتج كيموي إن فيها 35% منها منتج كيموي دكتور مجد حاجة ذكرت في بداية الحلقة عن دور الدولة في التأمين الصحي إنها وفرت لغاية 3 دعامات دوائية للمريض الواحد صح اللي عايز أعرفه من حضرتك هل دور الدولة في التأمين الصحي بيكون من السهل إن المريض يحصل على التعامات الدوائية ولا بيكون فيه خطوات كتير لا 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 ده هو يعني تعلم أنه هو مريض فطبعا يعني زي ما بيقول لحدك في خلال أسبوع بيكون عامل أول ما بيدخل لجنة القلب يعني الموضوع بصير جدا دلوقتي في خلال أسبوع ومش التأمين بس ونفقة الدولة ونفقة الدولة خلاص وبعدين بقى زي ما قلت رحضتك نفقة الدولة عاملة أسعار فأي مستشفى بسعرنا ده لو هو متعقد معاه ببقى سعر موحد خلاص حييجي ياخد إن شاء الله رب أبعت لك عشرين وحتشتغلهم بنفس السعر كتور مجد أنا سعيد جدا باللقاء أعزائي المشاهدين أتمنى كنوا استمتعتوا بحلقة النهاردة من برنامج دار الطبيب على قناة الصحة والجمال دمتم بصحة وسلامة وانتظرونا في حلقات أكتر ومفاجآت أكتر مع نخبة من كافة الأطباء في كافة التخصصات